بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس 189 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه قال رحمه الله باب طريق الحكم وصفته الحكم هو فصل النزاع نعم بين المتخاصمين وطريقه أي السبب الموصل إليه وصفته كيفيته والمراد هنا حكم القاضي نعم قال إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي إذا حضر إلى القاضي خصمان فإنه يجلسهما أمامه ثم يقول أيكم المدعي لأن هذا ليس فيه تخصيص لأحدهما دون الآخر نعم فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق بالدعوة قدمه فإن سكت القاضي ولم يقل أيكم المدعي حتى يبدأ الخصم جاز ذلك فهو مخير بين أن يقول أيكم المدعي وبين أن يسكت حتى يبدأ المدعي نعم فمن سبق بالدعوة قدمه فمن سبق من الخصمين بالدعوة قدمه على الآخر قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به نعم فإن قر له حكم له عليه إذا ادعى المدعي على خصمه بشيء ثم أقر المدعى عليه أي اعترف بما ادعى عليه حكم به لأنه لأنه اعترف بما ادعى به عليه نعم وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بيّنة فأحضرها إن شئت يعني إذا ادعى الخصم فإن القاضي يقول للمدعى عليه ماذا تقول فإن اعترف بما ادعى به عليه حكم حكم عليه بما ادعى به عليه وإن أنكر فإن القاضي يقول للمدعي ألك بيّنة والبيّنة هي الشهود نعم قال فأحضرها إن شئت فإن أحضرها سمعها وحكم بها فإن قال المدعي لي بيّنة فإن القاضي يقول له أحضرها إن شئت ولا يقول له أحضرها من باب الإلزام وإنما يقول إن شئت فإن أحضرها سمعها القاضي وحكم بها نعم ولا يحكم بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه ولو كان يعرف أن المدعي صادقا فإنه لا يحكم له بذلك بل لا يحكم إلا باعتراف المدعي عليه أو بالبينة التي يدلي بها المدعي أو بالنقول بأن ينكل المدعي عليه فيحكم عليه القاضي كما يأتي يعني لا يحكم القاضي إلا بأحد ثلاثة أمور إما باعتراف المدعي عليه وإما بإقامة المدعي للبينة على ما الدعاء عليه وإما بأن ينكل عن اليمين فيقضى عليه كما يأتي وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن قال المدعي ما لبينة فإن القاضي يقول له ليس لك على خصمك إلا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما اختصم إليه خصمان رجل كندي ورجل حضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي احضر البينة قال ليس لي بينة قال ليس لك إلا يمينه نعم على صفة جوابه أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه نعم على صفة جواب المدعى عليه فإذا قال المدعى عليه ليس له عندي شيء وليس للمدعي بينة فإن القاضي يطلب منه فإن المدعي يطلب من القاضي أن يحلفه فيحلف على صفة جوابه لأن يقول والله ما له عندي شيء نعم على صفة ما أجاب به المدعي فإذا قال ليس له عندي شيء فإنه يحلف ويقول والله ليس له عندي شيء نعم على صفة ما أجاب به المدعى عليه نعم فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله إن سأل المدعي إحلاف المدعى عليه فإن القاضي يحلف المدعى عليه فإذا حلف خلى سبيله لأنه لم يثبت عليه شيء نعم ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لو بادر المدعى عليه وحلف قبل أن يطلبها المدعي فإنها لا يعتد بها فلابد أن يطلب المدعي تحليف خصمه ولابد أن يأمره القاضي بذلك فإن حلف قبل طلب المدعي وقبل تحليف القاضي له فإنه لا يعتد بهذه اليمين نعم وإنك لا قضى عليه فيقول فإنك لا يعني أبى أن يحلف فإنك الأبى أن يحلف قضى عليه القاضي وحكم عليه بالنكول فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف فإنه يقضي عليه لأن لأن امتناعه من اليمين دليل على صحة قول خصمه دليل على صحة قول المدعي عليه نعم قال وإنك لا قضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه يعني لا يقضي عليه بمجرد النكول وإنما يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك حتى يكون على بينه فإن أبا أن يحلف بعد قول القاضي إن حلفت وإلا قضيت عليك فإنه يقضي عليه لأنه أصبح غير معذور هنا وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق تقدم أنه إذا طالب المدعي بيمين المدعي عليه وحلفه القاضي فإنه يخلي سبيله لكن لو أحضر المدعي بينة بعد ذلك فإن القاضي يسمعها ويقضي بها ولا تكون اليمين مزيلة للحق وإنما تكون مزيلة للخصومة فقط نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فصل ولا ترصح الدعوة إلا محررة معلومة معلومة المدعى به نعم تقدم أن القضية تتكون من اثنين مدعي ومدعا عليه ودعوة مدعي ومدعا عليه ودعوة انتهينا من المدعي والمدعى عليه والإجراءات التي تكون أو التي تتخذ معهما انتقل المصنف إلى الركن الثالث وهو الدعوة الدعوة لا بد لها من شروط لا تصح إلا إذا توفرت لها شروط الشرط الأول أن تكون معلومة المدعى به لا يدعي بشيء مجهول بأن يقول هذا لي عنده حق هذا شيء مجهول لا بد أن يبين يقول هذا له هذا لي عنده دراهم لي عنده حيوان لي عنده كذا وكذا لي عنده دين في ذمته عدده كذا وكذا فيبين المدعى به نعم قال ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية الأول أن تكون محررة بأن تكون الدعوة بأن تكون الدعوة بلفظ صريح في الإدعاء تكون الدعوة بلفظ صريح في الإدعاء وتكون معلومة المدعى به فلا تكون الدعوة على شيء مجهول لأن المجهول لا يمكن إلزام الخصم به نعم قوله شيخ محررة يعني بلفظ صريح ليس المقصود مكتوبة لا محررة سواء كانت بله أو مكتوبة ولا تكفي الكتابة لازم من النطق الدعوة لا يكفي فيها الكتابة لا أريد أن تكون بالنطق فإن كان المدعي يستطيع أن ينطق وإلا يوكل إذا كان أخرس أو لا يحسن الكلام فإنه يوكل من يطالب له بحقه قال معلومة المدعى به نعم بخلاف الدعوة في المجهول فلا تسمع لأنه لا يمكن الإلزام بالشيء المجهول إلا بالأشياء التي تسمع في المجهول كما يأتي قال إلا ما نصححه مجهولا كالوصية نعم إلا ما يصح مجهولا كما سبق في الوصية أنه لو أوصى بشيء فإنها تصح ويعطى أقل ما يقع عليه السم الشيء نعم وبعبد من عبيده مهرا وكذلك لو إدعت عليه بعبد من عبيده مهرا لها فقولها عبد من عبيده هذا مجهول فتعطى أقل ما يقع عليه اسم العبد نعم ونحوه ونحو ذلك مما تقبل فيه الدعوة وهو مجهول نعم وعن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه إذا ادعى عليه عقد نكاح فلابد من ذكر شروط العقد لأن العلماء يختلفون في الشروط فربما يكون هذا القاضي لا يرى هذه الشروط التي فيها هذا العقد فلا يسمع الدعوة به فلابد أن يذكر شروط النكاح هل هي متوفرة كما يريدها القاضي أو لا وكذلك عقد البيع لا بد أن يذكر شروطه لأن العلماء يختلفون في شروط البيع فيذكروا شروط البيع حتى يعلم هل هي متوفرة والقاضي يراها أو لا يراها نعم وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهل أو نحوهما سمعت دعواها إذا ادعت المرأة نكاح الرجل نظرنا قصدها في الدعوة فإن كانت تريد من دعوة النكاح ما يترتب عليه من النفقة والحقوق الزوجية فإنها تسمع دعواها بذلك لأنها لها منفعة في ذلك وهذا الحق لها أما إن كانت تدعي النكاح من أجل النكاح نفسه والاستمتاع فهذا حق للزوج وليس حقا لها فلا تسمع دعواها به نعم وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل نعم لأن هذا من حق الزوج وليس من حقها نعم دعوا النكاح يعني نعم دعوا النكاح بمعنى بمعنى الاستمتاع بمعنى الاستمتاع والزوجية هذا من حق الزوج هو الذي يطالب به أما ما يترتب على النكاح من المهر ومن النفقة والسكنة والكسوة فهذا من حقها هي نعم وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى أن فلانا مات وأنه يريثه فنقول له لا بد أن تذكر السبب لأن أسباب الإرث مختلفة لأن أسباب الإرث مختلفة وإن النكاح والولاء والنسب فبأي شيء تريثه نعم وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا أعلى ما يشترط في البينة التي يدلي بها المدعي يشترط العدالة في الشاهد قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم أشهد ذوي عدل منكم والعدل هو المستقيم في دينه نعم لأن الشهادة إخبار والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته ويشترط أن يكون عدلا نعم هل يختلف معيار العدالة الشيخ من زمان إلى زمن نعم يختلف يختلف معيار العدالة من زمن إلى زمن ويعتبر الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه نعم سأل الله إليكم قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا والصحيح أنها تعتبر ظاهرا أما الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا كان الشاهد لا يعلم ولا يظهر عليه شيء من الفسق فإنها تقبل عدالته ولو كان في الباطن لا ندري عنه لأن البواطن ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله وجاء أعرابي فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فقبل شهادته وهو لا يعرفه يعني في الباطن نعم لأن المسلم الأصل فيه العدالة ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولسنا مكلفين بمعرفة البواطن نعم سأل الله إليكم قال ومن جهلت عدالته سئل عنه نعم إذا كان القاضي يجهل عدالة هذا الشاهد فإنه يسأل عنه من يعرفونه يسأل عنه من يعرفونه أما إذا كان القاضي يعلم عدالته فإنه يقبله نعم هذا ما قاله المعنف رحمه الله قال وإن علم عدالته عمل بها نعم لأن المقصود وجود العدالة فإذا علم بها القاضي فعلمه يكفي في ذلك أما إذا كان القاضي يجهل هذا الشاهد فإنه يسأل عنه من يعرفه ممن لهم به صلة من الثقات وليكن هذا مما سثني على القاضي يقضي بعلمه في علمه بعدالة البينة لا هذا الحكم لا يحكم بعلمه وأما مسألة معرفة الشخص الشاهد إذا كان القاضي يعرفه فلا حاجة إلى طلب من يعرفه وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به إذا كان الشاهد عدلا إذا كان الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط كما سبق فإنه يقفل إلا أن يجرحه المدعى عليه المشهود عليه يجرح الشاهد حينئذ يطلب منه البينة لإثبات الجرح الذي ادعاه ويمهل ثلاثة أيام فإن جاء بشاهدين يشهداني على ما قال فإنها ترد هذه الشهادة وإلا فإنه يقضى عليه ولا يقبل جرحه بدون بينه قوله صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم نعم قال كلف البينة به وأنظر له ثلاثة أيام إن طلبه كلف البينة به يعني بالجرح أن يثبته وأنظر ثلاثة أيام حتى يتمكن من نسبات ما قال إذا طلب ذلك وإن لم يطلب ذلك فإنه لا يمهل بل يقال هاتي البينة فإن لم يأتي فإنه لا ينظر إلى جرحه نعم وللمدعي ملازمته فإن لم يأتي ببينة إذا طلب الإمهل ثلاثة أيام إذا جرح البينة فإنه يمهل ثلاثة أيام بإثبات الجرح وللمدعي أن يلازمه بمعنى أن يحافظ عليه في ذهابه وإيابه ويتابعه ولا يفارقه لأن لا يهرب هذا معنى الملازمة نعم فإن لم يأتي ببينة حكم عليه فإذا أمهل ثلاثة أيام ولم يأتي ببينة تثبت الجرح فإنه يحكم عليه بالبينة لأن عدم إتيانه بما يثبت الجرح دليل على أنه كاذب في تجريحه نعم وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم إذا جهل القاضي سبق أن القاضي إذا كان يعلم عدالة البينة فإنه يحكم بها وليس بحاجة إلى سؤال وأما إذا كان يجهل حال البينة فالقاضي يطلب التعديل يطلب تعديل البينة وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم طلب من المدعي تزكيتهم بأن يأتي بشاهدين يشهدان على أن هذا الشاهد أنه عدل نعم قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي في تزكية في تزكية الشاهد عدلان شاهدان عدلان على أن فلانا على أن فلانا عدل وأنه وأنه محل ثقة والصحيح أنه يكفي شاهد واحد إذا أتى بمعدل واحد إنه يكفي نعم ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين هذه أمور يحتاج إليها القاضي في قضائه وهي التعريف فإذا جاء شخص والقاضي لا يعرفه فالقاضي لا يعرفه أو شاهد والقاضي لا يعرفه فإنه لا بد من أن يعرفه إثنان يشهدان بأنه لا ننمعروف نعم ولا يقبله الترجمة والتزكية الترجمة يحتاج إليها القاضي في اللغات الأجنبية نعم اللغات الأجنبية فإذا كان أحد الخصمين أعجميا فإن القاضي فإن القاضي يحتاج إلى من يترجم له كلام كلام هذه اللغة الأجنبية حتى يعرفها القاضي ويحكم بها فيشترط في الترجمة إثنان يعرفان اللغة التي ينطق بها الخصم بأن يقول هذا معنى كلامه ولا يكفي مترجم واحد نعم والتزكية التزكية كما سبق إذا جرح الخصم إذا جرح الخصم الشاهد كلف أن يأتي بشاهدين يشهدان على تجريحه ولا يكفي ولا يكفي مزك واحد نعم قال والتزكية هو الجرح نعم والجرح كذا نعم والتعريف والتعريف كما سبق والرسالة الرسالة إذا أرسل القاضي رسالة إلى إلى قاضي آخر فإنه يشتر كما يأتي في كتاب القاضي إلى القاضي أنه يشترط شهادة اثنين على أن هذه الرسالة هي من القاضي فلان نعم التعريف ما المقصود به شيء تعريف بالشخص المجهول إلا قال لا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين قول شاهدين عدلين على ما سبق على التعريف على التزكية على الترجمة على الرسالة لا بد من شاهدين لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم يعني شاهدين نعم ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق هذه مسألة إذا ادعى مدعين على غائب على غائب عن مجلس الحكم فلا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون الغائب في البلد في بلد القاضي نعم فلا بد من إحضاره لا بد من إحضاره وسمع كلامه الحالة الثانية أن يكون غائبا مسابة قصر ففي هذه الحالة إذا إذا ادعى عليه وأتى بالبينة فإن القاضي يحكم عليه وهو غائب فإن القاضي يحكم عليه وهو غائب لألا تضيع الحقوق ولألا يتخذ هذا وسيلة إلى إضاعة الحقوق إذا خاف أن يقضى عليه هرب وصار في بلد آخر فما دام أن المدعي أتى بالبينة فإنه يحكم له فإنه يحكم له لتعذر سماع قول المدعى عليه ولأن تأجيل القضية يفوت على المدعي حقه فيحكم له على المدعى عليه الغاية والدليل على هذا أن فاطمة أن والدليل على هذا أن هند بنت عتبة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو غائب لأنه يعرف صدق المدعي نعم أحسن الله إليكم قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة نعم هذا الذي ذكرنا أنه إذا ادعى على غائب لا يخلو من حالين حال الأولى أن يكون غائبا في البلد في بلد القاضي يعني دون مسافة قصر هذا معنى الحاضر الحاضر هو من كان دون مسافة القصر عن مجلس الحكم ففي هذه الحالة لا تسمع الدعوة ولا البينة حتى يحضر الخصم لأنه يمكن إحضاره كونه حاضرا الحالة الثانية أن يدعي على غائب مسافة قصر فأكثر فهذا هو الذي يحكم للمدعي المدعي إذا قام البينة يحكم في حالة غياب المدع عليه وإذا حكم على الغائب ثم حضر الغائب فهو على حجته إذا حضر الغائب فهو على حجته فإذا رضي بالحكم أمضي وإذا لم يرضى بالحكم فإنه يسمع جوابه عن الدعوة ويجرى عليه ما سبق نعم سأل الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته